احنا اهل السماء ونحب الكشتات ونحب ومتنفسنا الوحيد هي البادية والثانية ما شاء الله هاي الغراضة تواجدت وحنا قبل يعني ما متواجدة عندنا وهذا المحل هم اقدم ناس يعني بهاي المجال وهواية البادية والتراث وتدري احنا هوايتنا هذا الحشي وجود العزب يعني موجودة العزب بنواحة موجودة شغلات الطبوخ يعني كل شي متواجد الغاز الاقدور يعني كل شي ما شاء الله متواجد الاسلبادات الخيم الكراسي ما شاء الله من فضل الله وكل شي متوفر منها العزبة طالع عمرك تحتوي على غراضك مال الطبوخ تحتوي على قوري شاي دلة يعني طباخ ذرة يعني كاملة غراضها مالة البادية اللي يحتاجها الكاشوت بالبادية تحتاج خيمة وتحتاج جلسة وتحتاج عزبة والعزبة مثل ما قلت لك يعني تكون كاملة يعني كاملة من غراضها من قدر الطبوخ من الغاز من كل شي من الدلة من القوري الشاي من كل شي من الكرسي من الجلسات يعني انت تدري راح تنفس عن نفسك شوي ما شاء الله طورت وكل شي متواجد صار مثل ما شاء الله الحدود عدنا يعني صارت زينة وي الدول الخليج يعني العلاقات صارت زينة قبل هذا الشي ما عدنا متواجد وإحنا هنا السماوي يعني دايما البادية عدنا فد شي يعني يعني ما شاء الله الولاية تجينا تاخذ غراض يعني صارت هي تكشت وهي تطلع وهي تتمشي عزبة مالنفر واحد وعدنا عزبة مالمجموعة اشخاص موجودة يعني ذنياها عزبة مالنفر واحد مالشايوق هوا وعدنا عزبة كاملة مال الطبخ ومكشات كامل كلها يعني بالخصوص لان السماوة المتنفس الوحيد عندها البادية ما عندنا شي ثاني واسع من المحافظات كلها شي طلبون المحافظات يعني خيم كل غراض البر موجودة عندنا الناس تجهز من شهر 12 تبدي موسم الربيع بالسماوة فتبدي تجهز غراضها كلها يعني من شهر 12 وفوق عندها خالي شهر الرابع هاي كلها ربيع يعني الناس تجهز غراض كبار عندنا تجهيز كامل عندنا خزانات كبار عندنا يعني كل شي متوفد ترجمة نانسي قنقر شكرا